في الجزء السابق ركزنا اهتماما على مفهوم البيداغوجيا باعتبارها مجالا وحقلا معرفيا نظريا وعاما يهتم بالعمليات التربوية والتعليمية بشكل عام دون الاهتمام بتريس مادة معينة ويمكن بشكل أول القول أن البيداغوجيا بالمقارنة مع الديدكسيك هي كنوع من المقارنة بين ما هو نظري عام وما هو تطبيق خاص ومن جهة ثانية يمكن اعتبار البيداغوجيا هي الأصل والديدكسيك هو الفرع الذي يشتق منها أو من البيداغوجيا أو إن الديدكسيك هو بيداغوجيا متبقة على مادة دراسية ومن جهة ثالثة فإن البيداغوجيا تهتم بالتفاعلات بين كل مكونات العملية التعليمية في حين أن الديدكسيك يهتم بتفاعل واحد أو علاقة واحدة وهي علاقة المتعلم بالمادة الدراسية سنحاول أن نسلط المزيد من الضوء على هذه العلاقة من خلال هذا العرض وسنهتم في البداية بتقديم معطيات تاريخية عامة لتطور مفهوم الديدكسيك وبعد ذلك سنهتم بتوضيح أقسامه أي أقسام الديدكسيك سواء تعلق الأمر بالديدكسيك العام أو الديدكسيك الخاص أولا فيما يخص التطور التاريخي للمفهوم على الرغم من أن التاريخ النظري لمفهوم الديدكسيك قصير جدا بعد شيء في الخطاب والدراسات البيداغوجية لأنه يعود إلى ثمانينية القرن العشرين إلا أن استعمال عبارة الديدكسيك قديم جدا ويظهر ذلك بالعودة إلى الأصل اللغوي لللفظ في اللغة الإغريقية حيث نجد أولا عبارة ديدكتيكوس وكانت تعني فن وأسلوب التعليم والتدريس كما نجد عبارة ديدكساين وكانت تدل على مهنة التدريس أو التعليم بمعنى الشخص الذي يمارس التدريس أو التعليم أي المدرس أو المعلم وهذه العبارة استعملها سوستائي للإشارة إلى فنهم أو حرفتهم كمعلمين للعلم والحقيقة للشباب الإغريقي كما نجد في اللغة اللاتينية عبارة دوساغ بمعنى التدريس والتعليم وعبارة ديسيبلينا التي تعني مجالا أو تخصصا معرفيا له حدوده وقواعده وأصوله عموما كانت عبارة ديدكتيك تدل على فن ومهارة تنظيم عرض أو خطاب مصنف بعناية الغرض منه عرض مبادئ وقواعد منهجية لتعلم شيء ما سواء كان معرفة أو عملا يعود الاستعمال التقني لمصطلح الديدكتيك في المجال البيداجوجي إلى كومينيوس في القرن السابع عشر في كتابه La Grande Didactique وقد ألف كومينيوس هذا الكتاب الضخم كمحاولة منه لتركيب العناصر الضرورية لتأسيس علم الديدكتيك أو لتأسيس التدريس كعلم أو فن قائم بذاته على أسس علمية دقيقة وواضحة وقد تضمن هذا الكتاب ثلاثة أبواب للتدريس الباب الأول هو باب تدريس العلوم والباب الثاني هو باب تدريس الفنون والباب الثالث هو باب تدريس الصناعات ويحدد كومينيوس عبر هذه الأبواب الثلاثة أهداف معينة نذكر منها ما هو أساسي في ثلاث أهداف أو غايات الهدف الأول هو تحقيق النجاعة والفعالية في تدريس النشأ ما يمكن تدريسه لهم علما أن كومينيوس يعتقد أنه بإمكاننا أن ندرس كل الأمور للأطفال بشرط مراعاة ظروفهم الدهنية والعقلية وأيضا اعتماد منهجية تدريس ملائمة الهدف الثاني هو اعتماد أسلوب فعال ومشوق في التعليم يتجنب الملل والإرهاق للمتعلمين وللمعلمين على حد سواء الهدف الثالث هو بناء تعليم متماسك ومتدريج يستهدف المعرفة الصحيحة والأخلاق الحميدة بعد كومينيوس سنجد دمارسي في نهاية القرن الثامين عشر يستعمل مصطلح الديدكتيك للدلالة على العلم الذي يهتم بتنظيم عمليات التدريس وكيفيات إنجازها في كتاب الديدكتيك محط المسألة لديدكتيك ان كيستيون لمؤلفه كورنو وفيرنو كتابه انصدر سنة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين بباريس عن دار النشر حاشات نلاحظ أن الاهتمام التقني بمصطلح الديدكتيك في القرن الثامين عشر كان نتيجة تنامي الاهتمام بمسألة المنهج في الدراسات الفلسفية خصوصا مع روني ديكارت من خلال كتابه خطاب في المنهج الذي اهتم فيه بقضية تنظيم التفكير والضبط عملية بناء المعرفة الحق كما تقوى هذا الاهتمام من خلال بحوث الفلسفية النقدية من أبرزها العمل الذي قام به الفلسوف إمانويل كونت في كتابه نقد العقل الخالص وأيضا في كتابه البيداغوجيا حيث انتقد بشدة أساليب التعلم أو التعليم والتدريس التي كانت في عصره متهما إياها بالعقم والتقليدية ودعا إلى تعليم التعلم أو تعليم المناهج بدل تعليم المعرفة الجاهزة يقول كونت في هذا السياق ينبغي أن يصبح فن التربية أو البيداغوجيا معقلنا ومنظما إذا وجب عليه تنمية الطبيعة البشرية وتطويرها بشكل يجعلها تحقق غاياتها التي تسعى إليها إن ارتباط الديدكتيك منذ القرن التاس السابع عشر والثامن عشر بالمباحث الفلسفية هو الذي جعل الديدكتيك تأخذ طابعا فلسفيا أقرب إلى نظرية المعرفة المدرسية من حيث منهج بنائها وتنظيمها وعلاقتها بطبيعة تفكير متعلم وظل هذا العمق الفلسفي يحرك الديدكتيك طويلا إلى حدود السبعينيات من القرن العشرين لكن بعد هذا التاريخ أي بداية من ثمانية القرن الماضي أي القرن العشرين بدأ وعيون جديد يتبلور بشأن الديدكتيك يسعى لتحريرها من قبضة الفلسفة ويسعى إلى تأسيسها على مبادئ وقواعد علمية دقيقة وواضحة ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد بعدة عوامل حملها القرن العشرون منها أولاً الانفجار المعرفي الدخم في مجال العلوم والآداب وظهور تخصوصات جديدة وكم من هائل من المعارف المستدفقة مما حتى ما إعادة تنظيم حق المعارف وضبط المناهج وعمليات النقل ثانياً ازدهار الدراسات والأبحاث الإنسانية في مجال علم النفس وعلم الشماع حول طبيعة شخصية المتعلم وخصاً شخصية الطفل وسيكولوجيا النمو بمختلف أشكاله وأيضاً نظريات التعلم من حيث هو عملية متدرجة وبنائية ومركبة يتدخل فيها ما هو ذات إلى جانب ما هو موضوعي وبالتالي كان من الضروري إدماج نتائج نظريات النمو والتعلم في سياغة مناهج تدريس وتعليم فعالة وحديثة العامل الثالث ويتعلق بالانفجار التقني فيما يخص تكنولوجيا نقل المعلومات أو ما يسمى بوسائل الاتصال والإعلان من راديو وتلفزيون وأقمار إصطناعية وأنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة التي تمتلك فعالية وسلطة في عملية النقل وبالتالي واجب إدماج هذه الوسائل في عملية النقل المدرسة إذن كل هذه العوامل ساهمت في بلورة وعين جديد بأهمية الديدكتيك وسياغتي على أسس علمية والأكثر من ذلك أن هناك من ذهب إلى حد ضرورة اعتباره أي الديدكتيك علما قائما بذاته ومنهم مؤلف كتاب الذين تخلوا عن استعمال مصطلح الديدكتيك لأنه في تقديرهم مصطلح عام ولا يصلح كتسمية لعلم الديدكتيك لذلك اعتمدوا مصطلح ديدكسولوجي ويعرف ديكورتي هذا العلم الجديد لديدكسولوجي بالقول إنه ميتودولوجيا أو منهج عام ذو طابع علمي يهتم بالفعل التعليمي التعلمي ويوظف في ذلك المعارف والفرديات التي ثبتت صحتها بالبحث الميداني والتجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والسيكولوجية والتربوية في اتجاه بناء النظر المتماسك قابل للتحقق علميا وعمليا هذا التعريف مأخوذ من كتاب أسس الفعل الديدكتيكي صفحة 19 كالخلاصة لهذا الجزء الأول من هذا العرض يمكن أن نقول أولا إن الديدكتيكي هو نوع من التفكير أو المعرفة التي تهتم بفن أو قواعد التدريس لمادة مدرسية وغايته تحقيق تعلمات فعالة من خلال التحكم الجيد في الوسائل والمناهج مع مراعاة طبيعة شخصية المتعلم ويمكن أن نقول ثانيا إن النزوع العلمي للديدكتيك بمعنى أن مشكلة الاعتراف بالديدكتيك كعلم قائم بذاته لا تزال بعيدة نظرا لتشتت الدراسات والأبحاث الديدكتيكية عبر مواد وتخصصات وأسلاك عديدة ولم تصل بعد إلى دراسات تركيبية عامة يمكن أن نقول ثالثا إن الديدكتيك كعلم مزعوم أو مفترض لم يستطع لحد الآن الخروج من التمزق بين البعد النظري العام الخاص بالتدريس والبعد التطبيقي الخاص بتدريس مادة دراسية لهذا نجد داخل الديدكتيك حقلين أساسيين الحق الأول وهو الديدكتيك العام بما هو حقل المعارف النظرية حول تقنيات وقواعد وطرق تدريس بشكل عام دون الاهتمام بمادة دراسية سنقدم مثالين لتوضيح مجال الديدكتيك العام المثال الأول هو عندما نتحدث عن الديدكتيك التدريس بالوضعيات ستدير فإن مواسفات وشروط الوضعيات وأنواعها وأشكال استثمارها تبدو أمورا موحدة وعامة لكل المواد وكأن لا فرق هناك بين الوضعية المشكلة في الرياضيات والوضعية المشكلة في علوم الحياة والأرض المثال الثاني في الديدكتيك العام وبالأخص في المنهج العام لأي درس نجد أربع مراحل على الأقل المرحلة الأولى مرحلة الاكتشاف أو الملاحظة ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الفهم والتحليل ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستنتاج والتمرين والمرحلة الرابعة هي مرحلة التقويم والمعالجة وهذه المرحلة هي عامة لكل الدروس في كل المواد وكل مادة تعبر عن كل مرحلة أو هذه المرحل بمصطلحاتها ولغتها الخاصة لكن هذا التصميم والتدرج المنطقي من حيث أهدافه يظلوا واحدا وهو نفسه في كل المواد لذلك ندرجه ضمن اهتمامات الديدكتيك العام أما الحقل الثاني فهو الديدكتيك الخاص أو الديدكتيك المادة الدراسية ويهتم بمناهج وتقنيات تدريس كل مادة بعينها من خلال تكييف طرق تدريسها مع الطبيعة المنطقية والإبسيمولوجيا للمادة المعرفية من هنا فديدكتيك مادة الرياضيات تختلف عن ديدكتيك اللغة الفرنسية أو ديدكتيك الفيزياء أو غيرها من المواد لأن طبيعة المادة تفرد طريقة معينة لتدريسها إن الديدكتيك أو ديدكتيك المادة بشكل عام هو مجال تطبيقي وتخصصي الغاية منه هو تطبيق مقولات وفرديات ونتائج الديدكتيك العام في تدريس ونقل مادة دراسية معينة في سلك دراسي معين لذلك يمكن أن نحدد للديدكتيك الخاص أو ديدكتيك المادة الدراسية ثلاثة موجهات أساسية الموجه الأول وهو موجه معرفي يتعلق بالعلاقة بين المعرفة العالمة والمعرفة المدرسية لأن أي مادة مدرسية هي في حد ذاتها عملية نقل لمجال معرفي أو علم قائم بذاته له مناهجه الخاصة ونظرياته ومعارفه وبالتالي له منطقه الخاص في التفكير وبناء المعرفة فهذا الشرط الإبسيومولوجي أو المنطقي يقتد أن يكون مدرس أي مادة دراسية عارفا بالحقل المعرفي العلمي أي لسافو وغسافو الذي يرتبط بمادته في الحد الأدنى والضروري مثلا لا يطلب من مدرس الريادية أن يكون عالم ريادية أو مدرس الفيزياء عالما فيزيائيا أو باحثا فيزيائيا وإنما يجب أن يكون ملما بالقدر الضروري لتدريس مادته بالمعارف العلمية والمستجدات الفكرية والمنهجية المرتبطة بحقل الريادية أو الفيزياء كعلم أو كعلوم ومعارف الموجه الثاني يتعلق بالعلاقة بين المادة الدراسية وقدرات المتعلمين فالمعرفة العالمة تبدو فوق قدرات المتعلمين وتتجاوز إمكاناتهم الدهنية والإدراكية لذلك يجب من جهة أولى معرفة مواصفات شخصية المتعلم ونوعية الوظائف العقلية والوجدانية والحسية الحركية التي تستحقق لديه في كل مرحلة عمرية حتى نتمكن من تكييف المادة الدراسية أو المادة المعرفية مع قدراته ومؤهلاته وهي العملية التي تسمى بالنقل الديدكسيكي أو التحويل الديدكسيكي سنهتم بهذه المفعيل في العرض القادم إن شاء الله الموجه الثالث ويتعلق بالمادة الدراسية والمناهج والتقنيات التي يمكن اعتمادها في تدريس كل مادة على حيث ارتباط بخصوصيتها فمنهجية تدريس الريادية تختلف من حيث عناصرها العملية عن منهجية تدريس التربية الإسلامية أو القراءة أو التعبير الكتابي فكل مادة حتى وإن كانت تشارك مع المواد الأخرى من حيث الأهداف العامة والمنهج العام فإنها تختلف عن المواد الأخرى من حيث الأهداف الإجرائية وطرق بناء المفاهيم وتحققها كما أن بعض المواد تحتاج لتوظيف بعض الوسائل التقنية أو بعض المعينات أو العتاد الديدكتيكي الخاص مثلا في الفيزياء نحتاج لأدوات وأجهزة ومواد تختلف عن الوسائل التي يمكن توظيفها في تدريس الهندسة مثلا أو تدريس جغرافية نكتفي بهذا القدر من المعلومات حول مفهوم الديدكتيك على أساس أن نستأنف فيه القول بشكل غير مباشر في الجزء القادم الذي سنخصصه لمفهومي المادة الدراسية ومفهوم النقل الديدكتيك إلى ذلك الحين نتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم ونشكركم على اهتمامكم ولا تنسوا إن كانت لديكم بعض الأسئلة تحتاج لتوضيح أكثر أو لنقاش أن تسجلوها في التعليق على هذا العرض أو أن تطرحوها على منتدى الموقع كما هو مبين أمامكم وشكرا